السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة نجاية اتكلم على موضوع الالغاء اللي تم بخصوص المناهج علشان خاطر فيه ناس كتير لقيتلي معلش يام السمر لو تقدر يتوضحينها من خلال الكتاب نفسه علشان خاطر منذكرش للأولاد الحاجات اللي تم إلغاءها طب ايه اللي تم إلغاءه بداية من الصف الاول للصف السادس فيه وفيه فعدادي برضو كمان ايه الدروس اللي اتلغت معنا هنمسك كده مرحلة مرحلة ونفتح الكتاب بتاعها ونعرف ايه الحاجات اللي تم إلغاءها علشان ما نذكرهاش وأكيد ده تم طبعا بسبب ايه ان فعلا الترمي ده قصير جدا جدا واحنا عارفين ان الامتحانات بتبدأ لمراحل النقل في نهاية شهر اربعة او بداية شهر خمسة في الله بينا كده نشوف هنبدأ باول مرحلة الصف الاول ابتدائي فيه اول حاجة ريفيو او فيه مراجعة بخصوص الاول وحدتين فالوحدات اللي اتلغت بالنسبة اتلغها معنا بالصف الاول فيه بعض الدروس فيه يونت 14 و 16 14 و 16 تمام فيه دروس فيه صفحة 14 او في الوحدة 14 14 تمام و كمان 16 16 و برضو فيه في الريفيوهات فيه ريفيو اللي اتبقى على الوحدة في الريفيو التالت الريفيو التالت او المراجعة التالتة و ريفيو الرابع المراجعة الاخيرة اللي اتبقى بعد اليونت 16 الوحدة 16 تمام هي عموما بعض الدروس بس عشان نبقى واضحين هو ملغاش الوحدة كاملة لغى بعض الدروس فيها وهصورها لكم و هنزلها بالورقة كاملة على صفحة الفيسبوك معنا علشان اسألت لي صوريهانا اجمالا بالصفحة ايضا اغلب الوحدات هو ده قرأي شخصي و اقوليكم مطلق الحرية هيقدر يذكرهم عادي بس مثلا الكلمات اللي هتبقى تقيلة او تقابله هي ملغية لا مش لازم يحفظها كتابة فاذا كده اللي تلغى معنا بالنسبة للصف الاول بعض الصفحات فيه يونت 14 الوحدة الاربعة عشر و الوحدة الستاشر و الريفيو التالت و الريفيو الرابع اللي هو الاخير اللي متواجد معنا قبل الستوري على بعد ايه الوحدة الستاشر على طول تمام ده بالنسبة للصف الاول يلا لما نشوف ايه اللي تم إلغائه بالنسبة للجانير 2 او الصف التاني يبقى الصف الاول صفحات معينة او دروس معينة في الوحدة الاربعة عشر و الستاشر و الريفيو التالت و الرابع صفحات لا تسكر وبعض الكلمات التي لا تسكر فلو طفلك فعلا بيقدر ان هو يذكرها انا بقولك رأي شخصي خليه استفاد بها كلنا بنتعامل مع مراحل النقل على انها تأسيس اكتر من المنهج يلا بينا ندخل على جانير 2 و نشوف ايه اللي تم إلغاؤه فيها و يلا بينا بالنسبة للجانير 2 الحاجات اللي تلاغت فيها برضو بعض الصفحات اللي تلاغت معنا و هنزلها لكم سكرين الصفحات نفسها عشان تبقى عارفين الكلمات تحديدا تمام هتبقى واضحة بالصورة اكتر من الفيديو كمان بالنسبة للوحدة العشرة تمام يونتين الوحدة العشرة معنا اهيه فيها بعض الصفحات ولو انت معاك كتاب الوزارة موجودة معنا من اول صفحة 67 لحد 71 ملغية لو معانا كتاب الوزارة في البيت هتلاقيه من صفحة 67 لحد 71 ملغي ثالثة اللي قدر اقولك اه تانية ممكن ها الكلمات فعلا اللي ملغية ياريت ممكن ما يذكرهاش ان فعلا فيه ضغط كتير جدا في الكلمات في ثانية وثالثة يبقى الوحدة العشرة وكمان الحدقشر برضو اتشال منها صفحات من اول صفحة اه عندنا صفحة 87 تمام لحد من 84 ل87 ومعانا يبقى كده قلنا يونتين الوحدة العشرة عندك من صفحة 67 ل71 معانا في كتاب الوزارة وبالنسبة له يونت 11 الوحدة الحداشر من صفحة 84 ل87 تمام يعني اربع او تلت صفحات فقط لغير من الكلمات فزي ما قلت اليادر استفاد بيها في مراحل النقل احنا واخدنا كده كده كتأسيس مش اكتر لكن بقيت الوحدة معانا تماما مفيش اي ارغاءات فيها عشان الدوشة الكبيرة اللي ايه اللي على الفيسبوك هم كل وحدة شايل منها تلت صفحات او صفحتين تمام وبالنسبة اليونت 12 برضو الوحدة ال 12 برضو شايل منها صفحات لو معاك كتاب الوزارة فتحي معايا هتلاقي عندك صفحة 96 و97 و102 و103 اربع صفحات بالتحديد محددهم معانا في يونت 12 الوحدة ال 12 في الصف التاني يبقى شايل من 10 و11 و12 ارقام الصفحات اللي انا بلغتك بها في كتاب الوزارة وزي ما قالت لكم برضو صفحتين تلاتة من كل يونت في يعني لو يقدر يذاكرها او يعرفها على الاقل شفوي تمام لانه فعلا مش مش شايلين اللي هي الوحدة الاجمالة اللي نقدر نستغنى عنها او نقول ان هي خففة عن الطالب كتير يلا بينا نشوف جانيير 3 الصف التالت الي تلغى فيه بالزبط برضو في جانيير 3 ماشي بنفس النمط جانيير 2 الصف التاني يونت 10 11 12 برضو بعد الصفحات اللي متواجدة معانا في كتاب الوزارة ورفيو التالت تمام اول حاجة في يونت 10 معانا من 72 ل75 يعني بالزبط تلات صفحات نوت مور مش اكتر من كده تمام يعني لا يتعدى اصلا درس واحد اللي اتشالت كلمته عشان نبقى واضحين مع بعض كده تمام وي بالنسبة لي يونت ده بالنسبة يونت 10 طيب بالنسبة لي يونت 11 معانا اتشال معايا لو في يد الكتاب الوزارة افتاحي معايا من صفحة 72 ل75 من 92 معزرة ل97 يعني خمس صفحات معانا من يونت 11 برضو بمعدل درس واحد فقط تقدر يتعلمي عليه وتكتبي ملغي والله اعلم ممكن تاني يوم يقولنا ان هو رجعهم تاني تمام بس انا بقول بالنسبة لشيط الالغاءات اللي وصلنا من الادارة طيب بالنسبة لي يونت 11 الوحدة اللي 12 معانا من صفحة 118 وصفحة 119 و122 تمام يعني 118 اللي 119 تلت صفحات بالضبط برضو ده بالنسبة لي يونت 12 الوحدة اللي 12 تمام شلنا فيها شلنا فيها 3 صفحات 118 119 122 تمام والريفيو الرابع اللي هي المراجعة الرابعة او الاخيرة اللي بتبقى متواجدة فيها عندنا شايل صفحات 132 و135 تمام دول التلات وحدات يبقى تانية وتالتة شلنا بعض الصفحات من الوحدة 11 11 12 وقالت لكم ارقامها في الاتنين فيلا بينا ندخل على جانيور 4 بالنسبة لي جانيور 4 الصف الرابع برضو شال معانا من وحدات الوحدة العشرة وال11 وال12 برضو شال بعض الصفحات معانا تحديدا من كتاب الوزارة صفحة 85 من 78 ل85 في يونت 10 من 78 ل85 بمعدل درس كامل بتدريباته تمام وفي يونت 12 الوحدة 11 برضو اتشال منها ارقام صفحات لو تسجليها معايا بالفيديو يفضل يعني تكتبي ارقام الصفحات اللي تم إلغاء لان ربع بالذات احنا ما بنسدق بيشلولهم اي حاجة عشان الكمية اللي عندهم وبيدخلهم امتحانات على عكس مراحل النقل يونت 11 اتشال فيه من 102 ل 104 يعني هما صفحتين فقط لغير تمام من 102 ل 104 صفحتين فقط لغير اخر يونت شال فيه معانا يونت 12 الوحدة ال 12 شال فيها معانا من اول صفحة 118 وصفحة 119 برضو صفحتين فقط لغير انا اللي بصراحة لا تعليق وعارفة انه اضافة الى ريفيو الرابع والريفيو الثالث الريفيو الرابع لصفحة 130 لحد 133 ثلاث صفحات وهي المراجعة وفي الغالب انتم تضطروا تذكروا عشان خاطر بيكون مراجعة ايه في الحاجات اللي خدناها واللي ملغية وبالنسبة لجونيور 5 برضو شال معانا يونت 10 11 و 12 مش اليونت كامل شال نبقى واضحين يونت 10 الوحدة العشرة معانا من 72 73 شال من صفحتين وبرضو يونت 11 من 94 95 99 شال 3 صفحات ويونت 12 شال 108 109 وكذلك في ريفيو بس كده الصف السادس انا ازا اقول شبه ما شلش حاجة غير الريفيو يعني المراجعة بس من 31 ل 36 لا تعليق واخيرا انا بقولكو ذكروا الحاجات الملغية لانه اصلا ما تلغاش الا صفحتين 3 من كل حاجة عشان من نقرر ورا الاشاعات ويلا تلغى ويلا رحمنا ويلا مش عارف ايه هما ورقتين من كل وحدة وثلاث ورقات ماكسمم زي ما انتم شايفين علشان خاطر ما نقرر نجري ورا اي حد يقول لنا ده تلغ وما تلغ واتش هتلا يزاكر ها من غير ما يحس او على الاقل لا يعرف ها شاف وعشان خاطر الاسئلة اتمنى ان انا اقدرت افتكو ارقام الصفحات بالتحديدا عشان مش هتلا رفض لو معاك كتاب الوزارة وان عارف ان اغلب كو في الغالب هيذكروا الدروس دي اصلا لانها بسيطة او خلاص في وسط الشغل بتاعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته